أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي وخلال لقائه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية مؤشددا على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة